بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا نتكلم على الطرق أو الإحصاءات اللامعالمية non-parametric methods هناخد فيها بس اختبار chi-square أو اختبار كاتربي إيه الخطوات بتاعته؟ الفرض الأصلي لا يوجد فرق معناه بين كاف وكافهات الفرض البديل يوجد فرق معناه بين كاف وكافهات أو في الحالة الأخيرة بس بتاعت الجدول المزوج الخاصيتين مستقلتين أو في الفرض البديل غير مستقلتين نمبر ثري أو رقم ثلاثة تحديد مستوى المعنوية ألفة خمسة في المية هو واحد يا خمسة يا عشر بس احنا هنسبته على خمسة في المية كاتربيع المحسوبة بقى هنجيبها بالقانون مجي كاف نقص كافهات تربيع على كافهات كاف ده التكرار المشاهد الفعلي وده حيبقى معطى كافهات أنا اللي هجيبها لأنه ده تكرار متوقع هنجيبها ازاي؟ بتاريقة من ثلاثة فيه تساوي يبقى مجموعة تكرارات على العددهم على عدد الحالات اللي عنتي شكل نسب مجموعة تكرارات حضرة في النسب شكل جدول مزدوج يبقى مجي الصف في مجي العمود على المجموعة الكلي هقارن كاتربيع المحسوبة بكاتربيع الجدولية كاتربيع الجدولية أنا هدهالك صراحة في المسألة احنا هنقارن بس لو كاتربيع المحسوبة طلعت اكبر اللي احنا لسه جايبانها اكبر من كاتربيع الجدولية نرفض الاصلي ونقبل الفرض البديل يعني يوجد فرق معناه بين التكرارات يعني الخاصيتين غير مستقلتين لو كاتربيع المحسوبة اقل من كاتربيع الجدولية يبقى نقبل الفرض الاصلي ونرفض البديل اي لا يوجد فرق معناه بين التكرارات اي ان الخاصيتين مستقلتين مثالي المترددين على الكافترية خلال ايام الاسبوع مدي لك السبت والحد واثنين وثلاثة واربعة وخميس ومجموحهم اهو عاوز اشوف هناك فرق معناه بين عدد المترددين في الايام المختلفة بالتساوي بمستوى معنوية الفة خمسة في المية كتربيع الجدولية او النظرية 11 سبعة من مية ليه جنبها خمسة لانهم عددهم 6 6 ناقص واحد يبقى خمس لان انا دايما كتربيع هنا ببحث عنها في نون ناقص واحد 6 ناقص واحد خمس بس انا حدهلك صراحة تعالوا ناخد المترددين دون نسميهم كافة نخليهم بالطول عشان هنعمل في الجدول بس الاول قبل ما نعمل ما تيجي نجيب كافات احنا ممكن نكون نجيبها في الجدول على طول مجموعة تكرارات على عددهم يبقى 7200 على 6200 لا يوجد فرق معنوه بين كافة وكافهات الفرد البديل يوجد فرق معنوه بين كافة وكافهات الالفة خمسة في المية تعالوا نحسب كتربيع نتوبة المترددين اللي عندنا تعالوا نحطهم في الجدول اسمهم كاف وكافهات انا جبتها ازاي اسمت 7200 على عددهم 6 طلع 1200 تعالوا نحطها الـ 1200 سبتة في كله تعالوا نجيب كاف ناقص كافهات نطرح كاف ناقص كافهات 1260 ناقص 1260 1240 ناقص 1240 1140 ناقص 1260 1150 ناقص 1250 1140 ناقص 1260 1270 ناقص 1260 يطلع 70 مجموحهم لازم يطلع صفر يبقى كافهات مجموحة لازم يطلع زي كاف وكاف ناقص كافهات لازم تطلع صفر تعالوا نعمل تربيع لكاف ناقص كافهات يبقى 60 تربيع ب3600 40 تربيع ب1600 ناقص 60 تربيع ب3600 ناقص 50 تربيع ب2500 ناقص 60 تربيع ب3600 70 تربيع 4900 محدش يجمع لاني هعمل خانة اخيرة اسمها كاف ناقص كافهات تربيع على كافهات 3600 على 1200 تطلع 3 1600 على 1200 33 من مية 3600 على 1200 3 2500 على 1200 82 من مية 3600 على 1200 3400 على 1200 84 من مية مجموح هذه الخانة 16 49 من مية هي دي كتربيع المحسوبة لان احنا قلنا القانون بتاع كتربيع المحسوبة مجي كاف ناقص كافهات تربيع على كافهات كاتربيع الجدولية انا مدلها لك 11.7% دي معطى تعال انقارن واضح ان كاتربيع المحسوبة اكبر من كاتربيع الجدولية يبقى نرفض الفرض الاصلي ونقبل البديل يعني هناك فرق معناو بين كاف وكافهات يعني الادعاء اللي بيقول لك ان عدد المترددين على كافترية بالتساوي لا هو بيختلف خلال ايام الاسبوع ودي بردو مسألة تانية على التساوي مسألة تالتة على التساوي تعالوا ناخد واحدة على النسب ده النوع التاني هو نفس السيستم ونفس الخطوات اللي عمال بيفرق بس في كل طريقة الكافهات ادعى احد الاقتصاديين ان توزيع الدخل على السكان كما يلي كنسب المترف واحد في المية الغني ثلاثة فوق المتاصط تمانية في المية المتاصط خمسة وتلاتين المسكين تلاتين الفقير خمستاشر المعدم تمانية مجموحهم مية في المية طب انا عاوز اعرف اشوف صحة هذا الادعاء روحت واخد عينة من الف اصر لقيت اعدادهم ايه المترف ستة الغني 24 فوق المتاصط ستين المتاصط ربعمية وعشرة المسكين 250 الفقير 150 المعدم مية مجموحهم الف على العينة اللي نسحبها المطلوب معرفة صحة الادعاء السابق وكتربيعي النظرية عند مستوى معنوية 5% خمسة اتناشر خمسمية اتنين وتسعين من الف خد بالك هنا النسب يبقى مجموعة تكرارات في النسب هي كافهات بقى هنا قانون هتغير الفرض الاصلي لا يوجد فرق معنوه بين كاف وكافهات الفرض البديلي يوجد فرق معنوه بين كاف وكافهات مستوى المعنوية 5% تعال بقى نجيب كتربيعي محسوبة ننزل الكاف اللي هو الاعداد بتاعتهم الالف ستة اربع عشر ستين ربعمية وعشرة ماتين وخمسين مية وخمسين مية دي كلها انا بديها لك صراحة الكافهات احنا قلنا مج كاف في النسب مج كاف بألف اول نسبة كان بتاعت المطرف واحد في المية يبقى عشر الالف في تاني نسبة كان تلاتة في المية لها التلاتين الالف في النسبة التالتة تبانية في المية يعني تمانين الالف في خمسة وتلاتين في المية يعني تلتمية وخمسين الالف تلاتين في المية يعني تلتمية الف في خمستاشر في المية يعني مية وخمسين الف في تمانية في المية يعني تمانين ومجموحهم لازم يطلع الف تعالوا نجيب كاف نقص كاف هات ستة نقص عشرة سالب أربعة أربعة وعشرين نقص ثلاثين سالب ستة ستين نقص ثمانين سالب عشرين ربع مية وعشر نقص ثلاثمية وخمسين ستين ميتين وخمسين نقص ثلاثمية نقص خمسين مية وخمسين نقص مية وخمسين صفر مية نقص ثمانين عشرين مجموع هذه الخانة لو ما طلعش صفر يبقى في حاجة غلط كاف نقص كاف هات تربية نقص 4 تربيع ب16 نقص 6 تربيع 36 نقص 20 تربيع 400 60 تربيع 3600 نقص 50 تربيع 2500 0 تربيع بصفر 20 تربيع ب400 محدش يجمع عشان ما تضيعش وقت على الفاضي هنيسم كاف نقص كاف هات تربيع على كاف هات يعني 16 على 10 61 من 10 36 على 30 1 و 2 من 10 485 3600 على 350 10 29 من 100 2500 على 338 0 على 150 485 مجموعة هذه الخانة 31 42 من 100 هي دي كتربيع المحسوب نقارن بكتربيع الجدولية اللي أنا مدها لك 12 59 من 100 واضح أنها المحسوبة أكبر يبقى نرفض الفرض الأصلي ونقبل البديل إذن هناك فرق معناه بين كاف وكاف هات إيه أن الإدعاء غير سليم أصله لو كان عاوزه يبقى سليم كان يبقى لا يوجد فرق معناه بين كاف وكاف هات دي برضو عن نحل واحدة وانت واحدة آه دعالوا نحل واحدة أخيرة بقى على الجدول المزدوق مش إحنا قلنا ثلاث أنواع ده النوع الثالث لمعرفة هل هناك علاقة بين أحد أنواع السلع والإقبال على شراءها وزعت الشركة منتجات كهدية على عدد كبير من العملاء ثم تم اختير عينها شوية من 200 شخص في ناس من العملاء اشتروا فيه لم يشتروا فيه يجربوا ولم يجربوا 70-50-35-45 ايه روحتنا مجمع بالعرض وبالطول خد بالك لو متجمع خلاص مش متجمع جمع عند 70-50-120 35-45 مجموحهم 80 يبقى المجموع 200 تعال بالطول اشترى 70-35-105 50-45-95 يبقى لازم مجموحهم برضو 200 عاوز نشوف الخاصيتين دول مستقلتين ولا لا والألفة خمسة في المية وكاتر بيع 3-84% فرض الأصلي هنا بقى وما احنا قلنا في الجدول المستواج الفرض الأصلي والبديل بيتغيروا الخاصيتين مستقلتين وهنا غير مستقلتين في الفرض البديل الألفة خمسة في المية الكاتر بيع محسوبة تعال نعمل للجدول الأربع أرقام اللي في الجدول هنحطهم بالطول هما كاف 70-50-35-45 مجموحهم 200 امسك السبعين شوف عشان نجيب كافات بقى مجموح صفاها كام؟ 120 مجموح عمودها كام؟ 105 واقسم على 200 اللي هو الإجمالي يطلع كام؟ 63 امسك الخمسين مجموح صفاها كان كام؟ 120 مجموح عمودها كان كام؟ 95 اضربهم ببعض واسم على مجموحهم كل 200 يطلع 57 35 بص على مجموح صفاها كام؟ كان 80 مجموح عمودها 105 على الإجمالي 200 يطلع 42 آخر رقم 45 في الجدول مجموح صفه 80 ومجموح العمود 95 على 200 المتين دي سبتة طبعاً اللي هو الإجمالي العدد الكل يبقى 38 مجموحهم برضو لازم يطلع 200 كاف نقص كاف هات 70 نقص 63 7 50 نقص 57 50 نقص 7 35 نقص 42 نقص 7 45 نقص 38 7 مجموح هذه الخانة لازم يطلع صفر كاف نقص كاف هات تربيع 7 تربيع 49 نقص 7 تربيع 49 نقص 7 تربيع 49 7 تربيع 49 ما حدش جمع كاف نقص كاف هات تربيع على كاف هات يعني 49 على 63 778 من ألف 49 على 57 86 من مية 49 على 42 1 167 من ألف 49 على 38 1 289 من ألف مجموح هذه الخانة اللي هي كاتربيع المحسوبة 94 من ألف طب ما أنا مدي لك كاتربيع الجدولية ما تيجي نقار اللي هي 384 من مية المحسوبة واضح أنها أكبر يبقى نرفض الفرط الأصلي ونقبل البديل إذن يوجد فرق معناوي بين كاف وكاف هات إذن الإقبال على الشراء وتجربة السلعة غير مستقلتين مسألة تانية برضو على المستوى هي بالضبط نفس الفكرة ثم لتمانين عشان تتمرن عليها شكرا لحسن الاستماع ترجمة نانسي قنقر